موسيقى الرئيس السيسي يختتم زيارةً تاريخية لجنوب السودان ويشدد على ضرورة التوصل لاتفاقٍ قانونيٍ ملزم ومتوازن حول سد النهضة موسيقى بعد أحداث الناصرية، رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل لجنةٍ تشرف على حماية المتظاهرين السلميين موسيقى ومحكمةٌ ترفض إبطال أصوات البريد في بنسلفينيا، وترامب يعتبر ذلك احتيالاً السادسة صباحاً الرابع بتوقيت جرينيش، منكزم إخباريٌ جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم عيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارةٍ تاريخية إلى جمهورية جنوب السودان وكان الرئيس السيسي قد عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الجنوب السوداني سالفاكير أكد خلاله أن المباحثات عكست توافر الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين في مختلف المجالات وأكد الرئيس السيسي رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للتعاون والتنمية باعتباره شرياناً للحياة لجميع شعوب دول حود النيل وأشار إلى أنه تم استعراض التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومصار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة أعلنت وزارة الصحة عن خروج مئة متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مئة واثنين من الألافات واربعمائة وتسعين حالة وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل ثلاثمائة وإحداً وخمسين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس لافتاً إلى وفاة ثلاثة عشرة حالة جديدة وأشار مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا هو مئة وخمسة عشر ألفاً ومئة وثلاث وتمنون حالة إضافة إلى ستة ألاف وستمائة وإحداً وعشرين حالة وفاة وصف رئيس الوزراء العرقي مصطفى الكاظمي الأحداث التي جرت في ديكار بأنها تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات وأعلن الكاظمي تشكيل لجنة لإزال أزمة للطوارئ بصلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة ولقطع الطريق أمام كل ما من شأنه أن يجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة كما أهاب الكاظمي بشباب العراق توحيد جهودهم لبناء البلاد قال ديبرتسيون جيبرا ميكايلة زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري في إثيوبيا إن قواته ستواصل قتال الحكومة الإثيوبية وأضف في رسالة النصية إلى وكالة رويترز للأنباء أن ما أسماها بوحشية القوات الإثيوبية لن تزيد الجبهة إلا إصراراً على القتال حتى النهاية أعلنت المحكمة العليا بولاية بنسلفينيا الأمريكية رفض دعوة مرفوعة من قبل الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبطال الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد وقال ترامب إنه سيستأنف الدعوة في بنسلفينيا مشيراً إلى وجود عمليات احتيال وممارسات غير شرعية في فرز أصوات الناخبين بالولاية بينما قالت المحكمة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملة ترامب ليس لها أي أساس أدانت وزارة الخارجية الجزائرية قرار البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر معتبرة أن مضمونة مشكوك فيها وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها إن البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر لائحة جديدة يتلخص محتواها في جملة من الإساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري واشدد البيان على أن الجزائر لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة أوروبية حتى ولو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة خضع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش للعزل المنزلي بعد ثبوت إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد وقال المتحدث باسم الحكومة الكرواتية أنه بعد إصابة زوجته تم إجراء الفحص لرئيس الوزراء بلينكوفيتش وجاءت النتيجة سلبية لكن الأطباء طلبوا منه البقاء بالحجر المنزلي خلال الأيام العشر القادمة حيث سيواصل أداء مهامه من هناك شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز وفي النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكستر نيوز أتش دي هو 12.303 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب أفقي شكرا لكم